نكمل بقى ايه مع اخبارنا مسؤولي او مسؤولي النادي الاهلي اتفقوا في الساعات الماضية مع السنائي حسين الشحات وياسر ابراهيم على التجديد او قدهم وتم الاتفاق على كل البنود لسه التوقيع الرسمي ما حصلش ولكن الامر اتحسم اتحسم الاهلي هيعلن رسميا التجديد لحسين الشحات وياسر ابراهيم لمدة ثلاثة مواسم بعد مباراة السوبر امام الزمالك والاتنين اتحطوا فيها اولى ماليا مع الفريق يستحقوا البقاء في النادي الاهلي حسين الشحات على ضوء مستواه الرائع في الفترة الاخيرة ياسر ابراهيم على ضوء مستواه الجيد جدا في كل الاوقات اللي الاهلي بيحتاجوا فيها انا كده وصفت الموضوع صحة جدا اعتقد يعني يعني ياسر ابراهيم الاهلي يشاوله ينزل يلعب يقدر بشكل رائع جدا نادرا نادرا لما ياسر ابراهيم يقصر ما تدارش تقول مثلا ان ياسر ابراهيم واحد من احسن المدافعين في مصر ولكنه مدافع ملتزم جدا راجل في الملعب جدا مدافع يعني فهنيئا لياسر ابراهيم وهنيئا لحسين الشحات البقاء مع النادي الاهلي لسلاسة مواسم قادمة خلاص الاهلي اتم الاتفاق والاعلان رسميا بعد مباراة السوبر تجديد اللاعبين